السلام عليكم واهلا بكم وحلقة جديدة ويوم جديد ومزرعتك في بيتك وعندنا النهاردة جميع أسعار الكتاكيت شركات وأهالي وأسعار الأعلاف وتنفيذات أرض المزرعة وكل حاجة بتخص المربي النهاردة هنتكلم فيها ولكن قبل نبدأ الحلقة نزله حالا في الكومنت صاله على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش يا جماعة اكتبوها بأيديكو في التعليقات ويخلوها شاهد لينا يوم القيامة أي حد من إخواتنا المتابعين عنده أي سؤال يكتبه لي في الكومنت تحت الفيديو برد على معظم أسئلة حضراتكم قدر المستطاع أي حد من إخواتنا المبتدئين المتابعين معنا عنده دور التسمين المتابع معي مجانا لنهاية الدورة على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة طيب النهاردة عاوزين نتكلم على الأسعار وللأسف عندنا النهاردة خبرين هيزعله المربي الخبر الأولاني وهو ارتفاع العلف تاني من جديد وكمان نزول أسعار الفراخ البيضاء النهاردة في السوق طيب الاتنين دول بصراحة حاجتين يزعله المربي خصوصا اللي بيطلع الوقت حاليا فراخ بيضاء في السوق ليه؟ لأنه دخل الكاتفوت تقريبا من 33 إلى 34 جنيه وكمان استخدم على في 23 ألف جنيه يعني النهاردة لما ييجي يبيع الفراخ في السعر المعلن النهاردة بصراحة حاجة تزعله لأنه لو مش جايب أوزان عالية هيخسر بالتأكيد طبعا في حاجة هنا غلط بتحصل في السوق حاجة كده محدش فهمها ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد أما بالنسبة بقى الأسعار الكاتفوت النهاردة وفيها هدوء وثبات في بعض الشركات ولكن طبعا فيه شركات النهاردة نسبلة السعر المعلن لها واحتمال الأيام اللي جاية يكون فيه نزول ملحوظ لسعر الكاتفوت وهنا طبعا مش هنقدر نقول اشتغلوا أو استنوا انتوا براحتكم احسبوا التكلفة على سعر السوق النهاردة واتكرروا انتوا هتعملوا ايه؟ الأمر يرجع ليكم وتعالوا بينا نبدأ بتنفيذات أرض المزرعة ونرجع نقول أسعار الكاتفوت والأعلاف ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى وكمان ما تنسوش اللايك للفيديو علشان الكل يعرف الأسعار الجديدة يلا بينا السمان ارض المزرعة 50 جنيه والمحلات 60 جنيه للجوز. اما عن الروم الابيض النهاردة ارض المزرعة 115 جنيه والمحلات 125 جنيه للكيلو. ارض المزرعة 90 جنيه للكيلو. ارتفاع الفراخ البلد النهاردة ارض المزرعة مية جنيه والمحلات مية وعشرة جنيه للكيلو ارتفاع الرزي والفيومي خمسة وتسسين جنيه ارض المزرعة والمحلات مية وخمسة جنيه للكيلو امهات الاحمر البياض تمانية وخمسين جنيه ارض المزرعة والمحلات خمسة وستين جنيه للكيلو ارتفاع الاساس وارض المزرعة تسعين جنيه والمحلات مية جنيه للكيلو امهات الفراخ البيضة الهبرد الكبيرة ارض المزرعة اتنين وستين جنيه والمحلات سبعين جنيه للكيلو اما عن عسعار الفراخ البيضة النهاردة النزول الجديد المعلن 64 جنيه والتنفيذ الفعل لأرض المزرعة 63 جنيه والمحلات 71 جنيه للمستهلك ما تشيريش بأكتر من كده أما عن عسعار البيض النهاردة من التجار للمحلات الطبق الأحمر 124 جنيه والمحلات 128 جنيه للمستهلك الطبق البيض الأبيض من التجار للمحلات 123 جنيه والمحلات 127 جنيه للمستهلك أما عن البيض البلد النهاردة الطبق من التجار للمحلات 153 جنيه والمحلات للمستهلك 160 جنيه للطبع أما عن أسعار الأعلى في النهاردة وفيها ارتفاع جديد مفاجئ الطن العلف بيضروح من 22600 لل23400 بادي سوبر العبو قطعي 25 كيلو في المحلات 575 بادي سوبر 570 نامي 565 ناهي الكيلو قطعي في المحلات 24 جنيه أما عن أسعار الرد النهاردة العبو 40 كيلو 440 جنيه الكيلو قطعي في المحلات 11 جنيه الدرة 360 جنيه للعبو 25 كيلو قطعي في المحلات 14 جنيه أما عن أسعار دي النهاردة العبو 25 كيلو 400 جنيه أما عن أسعار الكتاكيت النهاردة البط المسكوفي 60 جنيه فارز وزكور النهاردة مسكوفي 75 جنيه المولر 58 جنيه البط البيور 45 جنيه الفرنساوي 38 جنيه البط البكيني 38 جنيه مسكوفي مخلط 58 جنيه الروم البلدي الاسود عمريوم 55 جنيه الروم البرونزي 55 جنيه للكاتكوت عمريوم اما عن الروم الابيض عمري شهري بيتراوح من 180 ل200 جنيه السمان من 5 ل7 جنيه على حسب النوع اما عن الجميزة البيور النهاردة اللي سألتونا عليها متوفرة 27 جنيه رزي فرزي ديوك 22 جنيه رزي برابر 17 جنيه رزي على وشه 20 جنيه فيومي بلدي 13 جنيه بلدي حر 12 جنيه بلدي هاجين النهاردة 13 جنيه بلدي مشاعر 12 جنيه الهاجين العالي النهاردة 23 جنيه والساسو 25 جنيه والكاتكوت الابيض الاهالي النهاردة 29 جنيه لل30 والشركات بادئ من ال31 لحد ال35 جنيه على حسب الشركة دي كانت الاسعار المعلنة النهاردة نتمنى يكون القادم افضل لو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد ولو لسه مش مش شركين معانا بجد هيفوتكم كتير تحياتي للجميع استنونا في حلقة جديدة اشوفكم تاني بألف صحة وخير